السلام عليكم دريري كتمنى تكونوا باخير صحة لكم مزيانة كل شي هو اذاك جبت لكم فضل فيديو خبر العالمي علي يوسف نصيري جوج اندية عالمية واحدة في اسبانيا واحدة في انجلاترا باغينو بقوة باغينتبوش كل قريبة قدرينتبو تكون عندو الامكانيات وايضا لش باغينو كل شي فضل فيديو تبعوش الاخر نبدو بالتفاصيل حاليا كم ما عارفين قدم عامين اكثر من رائعة مع نادي سيفية بحيث تلعب ثمانية وتمانين مباراة مع ايشبيليا ماركة فيهم ثلاثة وتلاثين بيت وصناع هدفين يعني سام بحوالي خمسة وتلاثين هدف ثمانية وتمانين مات وهذا رقم عالمي بالنسبة للاعب مهاجم وللأسف هذا العام هذا سب الاصابة غيبات على ملاعب كتر من شهر نجم دل ايشبيليا اللي كان تقلق العنفات وان شاء الله غاد رجع بقوة لكن وفقا تقرير من شركة الناسونال الكتالونية نصيري حاليا مطلوب الغاية في سوق انتقالات الصيفية بالخصوص مش هيدا الشوية الحالية بحيث ان الصيفية هي الكتطافيها العروض اللي قوية وكتكون الوفرة عند الانديم من ناحية المالية بحيث حاليا ارسنال انجليزي وبارتلونا ابرز جمه وتمين بصاحبة 24 عام نصيري بحيث ان ارسنال باغيت عاقدة مع مهاجم ايشبيليا بقيت المدرب ارتيتا بقوة ما يقدرش يلقى بمشكلة علاش عدهم الفلوس كما يكون قولوا ونادي يغني على مستوى الموارد وايضا تانية حاجة ان اوباما يونج حاليا مبقاش كقدم اضافة وحاطانوا البيع وتانية لقاسات كبيرة في العمر وباغين شلاعي اللي بقى صغير وعطانوا اضافة على مستوى المركز السعود وبنسبة لبارتلونا علي شو باغينه كما عارفين حاليا لوك ديونج هاد اللعب يجبوه من ايشبيليا ما متألقش رغم انه سجل هدف مؤخرا لكنه لا سجل هدفين طوال الفترة اللي جافيها ما الصيف تلدابة يعني ارقام هزيلة وبالتالي باغين مواجم صريح دام بلا يقدر يمشي وطوريس يقدر يلعب كجناح هاد الشيب طبيعة الحال الى ما جابوش هالاند اللي صعيب يجيبوه بحيش انه خاسون مال دي البصة وعارف انتو مال اندو القيمة ديالو حالية على مستوى السوق العالمية اجبال لكم الخوش في ارسنال وبارسلونة بسبب نصيري تهى اللاولي فرصة